اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر هل الشخص اللي اصيب بكورونا وخف منه الحمد لله هل ممكن يتصاب مرة تانية ولا خلاص بيبقى عنده مناعة ده سؤال مهم خصوصا ان الناس خايفة دلوقتي من الموجة التانية لكورونا الاجابة المختصرة للسؤال هي ايوة ممكن الشخص يرجع يصاب مرة تانية لكن بنسبة قليلة احنا عارفين ان الشخص اللي اصيب بكورونا بيتكون في جسمه اجسام مضادة حتى اننا كنا بناخد البلازمة بتاع المتعافين من كورونا ونعالج بيها الناس اللي حالتهم سيئة لان بيكون عندهم اجسام مضادة نقدر نساعد بيها المرضى تقول لي طيب ازاي هو عنده اجسام مضادة وممكن يتصاب مرة تانية بكورونا الدراسات اللي اتعملت لحد دلوقتي ولو انها بسيطة زي ما احنا عارفين لكن لقيت ان الناس اللي اصيبت بكورونا وكانت حالتها شديدة او خطيرة بيكون عندهم كمية اجسام مضادة كبيرة وبيتوقعوا ان الناس دي تكون عندها مناعة من الاصابة مرة تانية ممكن توصل لسنة او اكتر اما الناس اللي اصيبت بكورونا وكانت حالتهم متوسطة فبيقولوا ان الاجسام المناعية اللي في جسمهم ممكن تكفيهم او تديهم مناعة لمدة حوالي 6 شهور اما الناس اللي كانت اعراضها بسيطة او بدون اعراض غالبا ما بيبقاش عندهم مناعة ضد الاصابة بكورونا والاجسام المناعية اللي في جسمهم بتبقى بسيطة او قليلة لكن في حاجة مطمئنة شوية ان اللي بيرجع يتصاب مرة تانية بكورونا بتكون الاعراض بتاعته بسيطة او ممكن حتى بدون اعراض يعني الاصابة التانية بالنسبة لهو بتكون اقل حدة من المرة الاولى وطبعا الطب مفهوش قاعدة 100% يعني مش معنى انك اصبت وكانت عندك الاعراض شديدة ان انت عندك مناعة المدة سنة دي حاجة متوقعة لكن مش اكيد 100% فلازم كلنا نخلي بالنا ونحافظ على التباعد الاجتماعي ونبتعد عن الزحام ونتبع الاجراءات الوقائية وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم